السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة الواحد بيبقى كتب جملة بالانجليزي بس محتاج يعمل لها عادة سياغة لازباب كتيرة ممكن يكون مسلا بيكتب بحث علمي واسناء كتب بحث العلمي المفروض على اساس ان البحث يتقبل ان هو يعيد سياغة الجملة فمحتاج ان هو يدور على الكلمات بديلة فبتبقى اداءة من الادوات المساعدة تمام فاحنا عندنا كذا موقع الموقع دي كلها بتعمل موضوع دوت بشكل مجاني عندنا مسلا سبينبوت هتلاقي رابط كلها اسفل الفيديو بتاخد جملة مسلا هو يبدأ يشوف البدائل اللي تنفع التناسب بدل الكلمات الموجودة تمام تقول له مسلا انتجها الكزا وتقول له جو فهو يبدأ يشوف از كان مسلا كلمة دي فيه كلمة تانية تعود عنها فمسلا هنا خلاها فبدأ يدور على الكلمات البديلة فده بيساعد شوية ان الواحد يعيد سياغة الفقرة اللي هو كتبها وببعده تكتب المصدر يعني ما حتى تقول له احنا بنسرق حاجة او بنعمل حاجة غير قرنية لا انت برضو بتكتب المصدر اللي انت خدت منه الفقرة ديت برضو موقع هو بتبدأ برضو تكتب التكست وتقول له جو فهو برضو بيدور على الكلمات البديلة ويبدأ يشوف ايه الانسب لها حسب الجملة اه برضو فيه موقع تاني هتلاقي اللي هو اه ايو بارغرافيس تمام بتبدأ تحط الفقرة اللي انت عايزها ويبدأ برضو يجيب لك البدائل اللي الكلمات والفقرات بحيس ان الجملة بتاحتك تكون سليمة تمام برضو تقول انت كتب فقرة وبعدين عايز تشيك فيها فبتبدأ تحطها هنا بحيس تأكد منها تمام فدي مفيدة جدا في موضوع البحث العلمي وهنا بديك برضو شوية معرومات كويسة جدا تمام وبيبدأ يحولها ويبديك برضو لو انت عايز تعمل حاجة فلوس ممكن ده برضو هنا هو هتديل الفقرة وبعد كابس اكسو هل احشان ستأكد ان انت اه من ادم دي ري رايت تكست فبيبدأ يحسب تمام وبعد كابس يبدأ يعمل سياغة الجملة تمام وده برضو من مواقع الكويسة جدا هي مجموعة مواقع كويسة بتبدأ تشوف انت وبعد كابس تبدأ طبعا تشوف هل الترجمة صحيحة ولا عاملة زي ترجمة جوجل في بعض الكلامات محتاجة ان ايها تتزبط فتبدأ تتزبط انت ترجمة نانسي قنقر